أما بالنسبة لتأثير السكر على جهاز المناعة حسب الدراسات اللي كشفت أن السكر يضعف جهاز المناعة بشكل ملحوظ استناداً على إحدى الدراسات أدى استهلاك السكر إلى انخفاض قدرة الخلايا الدم البيضاء على محاربة البكتيريا بمقدار 50% يعني من الأفضل تجنب السكر الأبيض والكربوهايدرات المكررة مثل الحلوة وتناول القمح بدلاً من الخبز الأبيض أيضاً من المهم استبدال السكر الأبيض بالمصادر الطبيعية مثلاً الطمر اللي يعتبر مصدر جيد للألياف أيضاً الطمر غني بالبوتاسيوم والمانيزيوم والفيتامين بي سيس صحيح أن الطمر غني بسعارات الحرارية والسكريات المعقدة لكن حسب الدراسات يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم كالسكر المكرر أيضاً استبدال السكر بالعسل لكن استبداله يكون باعتدال لأنه فيه نسبة عالية من السكر لكن العسل غني بالفيتامينات والمعادن اللي توفر فوائد مضادة للالتهابات ثاني نقدر نتناول الفواكه بدلاً من السكر الأبيض لأنها غنية بالألياف اللي تساعد على حرق السكر في الجسم وتعمل أيضاً على ارتفاعه بشكل بطيء ولهذا السبب لا يتم تخزينه ترجمة نانسي قنقر